ومن تصعير الخد أيضاً تسيّد المجالس من الكبر بعض الناس إذا دخل المجلس ما يبغى يسولف الله ورحنا وجينا وأشرقنا وغربنا قال واحد وأذكرنا أذكر الله ورحنا يا شيخ ويوم تذكر يا أبو فلان قال الذاكرين اذكر الله وبدأ قمنا على العشاء ولا سولف الله أبو محمد الله يجزاك خير يا أبو محمد وإنه جاي من بيوتنا عشان نسمع كلامك أنت تسيّد المجالس مرض وفيه قلة أدب وفيه كبر كأنه يقول أنا اللي فاهم في المكان هذا دعوا القيادة لي واستمتعوا بالرحلة سواقنا نقول جماعي الله يجزاك خير وكأنه يقول لا أحد منكم يفهم كفهمي وبعضهم ومن الكبر سرقة القصة وإتمامها تقول ذهبنا إلى الحرم ثم لما دخلنا قال ايه يوم ذي كل مرة ايه دخلنا أكملها هو الله خل الذي ابتدأ القضية يكملها ومن قلة الأدب أن تسرق الكلام من أفواه أصحابه حتى ولو كانت القصة وقعت عليكما جميعا وهذا من الكبر من الكبر الذي لا يسوق أن تسرق وبعضهم يستضعف السالفة والقصة أن تكون من رجل ضعيف يقول يا أخي إننا رويها أفضل منك طيب وقعت علينا الله يجزاك خير ما وقعت عليك؟ وهذا من الكبر المشاهد أيضاً من الكبر كثرة حديثه عن نفسه وحبه لمدحه ترى بعض الناس تتمنى في بعض المجالس تأتي لك بكمية من البطحة والرمل ذو الغبار لأن بعض الناس من يوم يدخل افتتن البعض بكثرة مدحه للناس على حق وعلى غير حق وفي الوجه ولذلك من قطع أعناق الرجال مدحهم قصداً في وجوههم أنت اللي ما فيها كراً منك وأنت ما نقل ما مشت على الأرض أمشى على الأرض خيراً منك وأنت خير من وطئ الثراء وأنت يا مساء وذاك الرجل ما شاء الله يطرق برأسه فإذا أنت قال لا ترى معي الدكتوراه قال ومعك الدكتوراه وبدأ هذا يضع حطب لهذا وصار هذا يحب الثناء والنفخ وهذا مرض نفسي أصله مركب داخلي المؤمن إذا في قاعدة في المدح من مدحك بما ليس فيك فقد شتمك صحيح إذا قال أنك كريم والله أنا أقدورك لها سنين ما طبخ فيها شي صحيح وقاله كريم وصدقته هذا يشتمك أنت صادق وأنت تدري أن نصف كلامك أرانب برية ومحلية وأنت لست صادقاً ويمدحك لأنه يحتاجك فحب الثناء أو حب تسيد المجلس أو حب مدح أو الحديث عن النفس فعلت وفعلت وترى بعض الناس مريض وهو متكبر ذهبت ورحنا للبر وفعلت أنا وخدمتهم وأقرضت فلاناً وزوجت فلاناً وشفعت لفلاناً وكفلت فلاناً وانتهى المجلس على كرامات وعلى ما شاء الله صاحب الفضيلة هذا الذي روى كثيراً من الأحاديث وكلها مكذوبة ولذلك أخي الحبيب من الكبري أن يتسيد الإنسان مجلساً أو يثنى عليه بحضوره ويرضى أو يثنيه هو على نفسه يا الله